أهلا لبنات كديري لباس عليكم زيانين كوشي باخير اليوم غدا نتقسم معكم الماكرونة اللي كنت وجدت معكم وحد النهار وطلبوها مني لبنات في القناة خلاولي في التعليق باللي خاصهم نبرتجي معهم الطريقة ديال هاد لبات هادي اللي كانت لديدة وزوينة وقلت لكم الماداق ديالا راه زوين وده كيشيو البنات قلبي يتقسميها معانا وده بعدا نحضر معكم الماكرونة كيما رحتو خديت المقلاة وضعتها على النار وضعت لها زيت الزيتون والباصل هاد الماكرونة اللي بنات كديري غزالة ولديدة بزاف واكيد اكيد نغتعجي بالوليدات لان هاد الوصفة هادي انا ببرتجيتها معكم بلحسب الوليدات دبا في شهر رمضان وماشي احنا اللي كان نبقاو نوجدو ان احنا في الفطور ونقاعدوا ذاك الشي حتى هاو مارا هم كيبغيوا بحال هاد الوصفات وكيرجبوهم وبغيت نتبارتاجي ها معاكم طريقة ديالي كيفاش كان صايبة انا الوليداتي واخديت الكفتة وضعت هنا تقريبا ميتين وخمسين جرام ديال الكفتة مع البصلة وزيت الزيتون كيما لحتو غدا نحمرها عاكم زيان شوحها حتى تنساجم مع ذاك الزيت واللون ديالا يبدأ شوية يتغير وبديت كان وضع في التوابل دلت القصبر يابس اللي كيعطيه واحد المادة قزوين وسكين جبير وفلفل ابيض والملح وبدرة التوم حتى هي ما تنسوهاش وفلفل احمر بودرة وشوية ديال الزعتر اللي كيزيدة واحد النسمة وما كيبانش للوليدات اكيد وما ديالت شغطو له البال كيعطيه مادة قزوين وحتى القصبر يابس حتى هو ديرو يعني مطحون راكي يجيزوين في مع اللحم كيتواتع مع اللحم وزيت واحد المعلقات ديال الطماطم المركزة كيما راحتو كنخلط هاد المكونات مزيان حتى كتنساجم مع بعضها ولكفتة ديالي كتاخد اللون كتو اللي عنددك اللون محمر واكيد اكيد غدا تعجب الوليدات متأكدة وما شغل الوليدات حتى حتى احنا هكا الكبارين كيعجبونا بحلد الوصفات مرة مرة وغدا نوضع دابا الماء الكافي يعني ما راديش ندير بزاف غير واحد جوجك الكيسان ديول الماء تكتروش بزاف وغادي نتخلي وعلى النار اللي تكون مهيلة غير شوية تغلى ذك هذك الصوس يعني يغلى ويعقعد شوية وغادي نطفو عليه ما راديش نشفوه حس يبقى يعني الصوس يبقى شوية هكا طالع كيما لاحطو يعني جوجك الكيسان درت الحساب كاس للول وعاود تاني هذا هو الصوس كي لاحضو المرق كي يجي زوين وخاتر وهنا را هالصوس ديالي راه وجد يعني كيما قلت لكم ما خليتوش بزاف تقريبا واحد العشرة ديالتقايق صافي كان واجد طفيت عليه وغاندو ازدابا باش نحضر يعني نسلقه هده الليبات يعني درت معي القدية الزيت وشوية ديال الملحة هده فتنا يجرى هادي وغادي نضيف الليبات معاهم باش تسلق وحتى ايارة ما كتاخدش الوقت بزاف هده الماركة بسرعة يعني كتا كتوجد انا كنوريكم يعني الماركة اللي استعملت هده الوصفة هاديره يمكن لكم تستعملوها مع سباكيتي مع اي حاجة ماشي غير هاد النوع هاده وغاده نخليها تسلق وهد ندوز باش نحضر البيشاميل كي ما لاحتو عندي جوجة المعالق ديال الزبدة وعندي ثلاثة المعالقات ديال الدقيق ما يكونوش عامري مزاف وعندي فلفل ابيض شوية ديال جوزة وسكين جبير والملحة هده هم المكونات اللي غاد نستعمل فيها والحليب اكيد وغاد ندير الكريمة هي اللي استرف هاد الوصفة هادي والصرف اللي دا ديال هده هد اللي ببعت هادي وهي الكريمة الكريمة ديال الطوخ طبعا ماشي ديال الحلويات واللامون ديال الطبخ وضعت الزبدة ووزت عليها الطحين في هاد نيجرة وانا كنوريكم هنا عندي الحليب وعندي الكريمة كنحرك لاحظوا الطحين عندي راه اللي هو نديره وتغير انا كنخلي حتي تحمر شي شوية مني كنحس بيه تحمر شوية مع ديك الزبدة عادة كنده نزيد في الحليب باش تكون عندي هاد الهد بيش عميل خفيفة بغيتش نكتر الطحين بزايد باش مجيش تقيلة من الاحسن نديروها خفيفة باش تجيكم مزيانة مع مع السوس ديال بيش عميل لانا اللي بات بكت بعد ندخلوها الفران وهي راه كتشرب بسرعة هاد نضيف الكريمة دابة بعد نمزد الحليب 300 جران ديال الكريمة مع هادا كنس ليتر ديال الحليب وكنخلط وهدا نضيف التوابل اللي هي الفلفل الابيض والملحة والقوزة وسكين جبير اللي كي يجيزوين بزاف مع البيش عميل ابنات اللي ما كيديروش يعني سكين جبير هكا مع البيش عميل يديروه كي اعطى واحد لده في البيش عميل وكي يجيزوين بزاف وقعد ننخلط هكا كي نحرك لاحظو يعني البيش عميل يعني كسبان خفيفة ما كسبانش عقدة بثاف وثقيلة كسبان زيانة ما تكوراتش لي لانا اني كنحرك باستمرار كي يجي المادة قد يلزوين يعني كسبوه وتاكلو غير هكا كبوحدة كي يجي لديده وهنا راه سافل بش عميل واجده هتندوز بش نكمل الليبات في الفتح دير راح توك نوريكم باللي راه خفيفة ومزيانة وليبات هرا هي هادي باقا فالطنجرة بعد ما صفيتها باقا تسخونة ما تغسلوهاش ما تغسلوها ما والو غير رأصفيوها وزيدو عليها واحد المعي القاديل الزبدة بلا هاد الشكل وكتخلطو مع ال تخلطو الليبات مع هاديك الزبدة باش ما تلصقش لي كوم من بيد كتكون فروقة طريقة رازوينة اللي بنات يعني غير تبعوها بتفصيل تأكدها غادة تقولي عندكم هادي هي المعتمدة وكي نحاول يعني كاملة يعني زبدا نلبسها لهاد نلبسها لهاد الليبات هادي ولاحظوا الصوس كي يجي زوين غدا نشدو وعدا نخويه فوق هاد الليبات يعني يبقى فيه المعراق يعني ما خليتوش ناشف لان هاداك المعراق مهم بزاف بتعليك هادي الهاد وصفة هادي والبنات الكفتة اللي استعملت انا را ما في هاش الدهون يعني غفية غير الحمل الحمار ما في هاش الدهون مرة مدرتوش يعني اخذتها ناطيوغا ما را كان استعملها بزاف هاد الكفتة بدون دهون يلا بحل المسمن وهاد شي كي يحتاجوا يعني كي بغاوا الحويج اللي في هاد دهون هاكا تستعملوا هاكا تجي كتعطي للدهام هادي كي شحمة يعطي للبنات في ذاك المسمن ولاحظوا معايا يعني كنخلط ذاك شي مثيان حتى تنساجم كاهاد العناصر مع بعضها وراني ذات الفران يسخن يعني من بعد ما بديت كنخلط راني ذات الفران كي يسخن انا قربت ليكم هنا الصورة باش شوفوا يمكن ليكم تاكلوها غير هاكا يعني الناس اللي ما كيبغوش البيش عميل او لا كليكم تاكلو غير هاكا وتشرف شولي واحد شوية دي القصبر من الفوق يعني وتاكلوها تكون زيانة ولكن بهاد طريقة هادي بالباش عميل وهاد شكل كتجي ألد واحسن اكيد وكتجي زوينة قديت يعني القالب اللي غندخلو الفرن وغادا ندير فيه شوية ديال الباش عميل من تحتية اللولة وكنخوين نص ديال الماكارونا ملاحطو يعني قسمتو يعني القسمين النص الاخر غا نحتفظ به البلاتي والنص الاخر غا دا نستعملو واختت فرماج موزاريلا بعدا نرشو فوق هاد الباد كما كتلاحظو يعني نحاول نرش عليه كامل ومن بعد كندير لباش عميل لاحظو كيفاش كتكون خفيفة يعني مشي عاقطة كنا نبقى نسقي فيها هاكا وغادا نحتفظ بالنص الاخر حتا نديرو من الفوق اللي كي بغايل بيش عميل بالزاف يمكن اللي هي كتر دير كمية اكتر نادرت الباد كندرت 500 قرام واخديت يعني الخليط المتبقي بترتهم الفوق كما كتلاحظو وعاود بنفس الطريقة كندير كندير بيش عميل وكندير الفرماج كاعدا ندير شناب وكندير بيش عميل مهمة نديرتها حتى حتى تنصشي بالعصة لانه اصلا غادا نساجم مع بعضه حتى ندخلها الفران ومنك تدخلهم الفران اكيد راعاديك شي كله كينساجم مع بعضه وكيدك الفرماج كيدك يدوب وكي اعطي ديك التعليك في وسط ديال البيشة عفوان ديال البات نراك نوريكم في الفرن خلطها الفرن كالطيب ومني تخرجوها التزيين كي بقى حسب الضوء يمكن لكم ديروا الكيتشاب ديروا أي حاجة انتم ما كتبغيوها من الفوق يعني التزيين كي بقى اختياري أنا اكتفي تغير بشوية ديال معد نوس ركام من الفوق خير بشي غير لي اللون ديالها وصافي ولوليدات ديروا لهم شوية ديال الكيتشاب ركي جزوين يمكن لكم ديروا فيها أي رسمة هاكة صغيرة وقليب او أي حاجة نقيطات اكيد غاد يعجبهم ورحى طبق ديالي واجد كنت تمنى يعجبكم وإلي عجبكم ما تبخلوش ليبلي لايك ديالكم وبرتاجه مع الاصدقاء والأحباب ديالكم وتلقوا ان شاء الله في فيديو آخر واسلام عليكم اشتركوا في القناة